وفق مجلس نواب نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 وتستهدف خطة التنمية لتحقيق معدل نمو في حدود 4.2% عام 2024-2025 وأن يصل الناتج المحلي والإجمالية بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي وفق خلالها نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي فضلا عن الموافقة على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالي 2024-2025 لازم نأكد على ثابتين أن هذه الموازنة هي الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة المصرية وفي نفس الوقت هي موازنة التحديات لأنه لو إحنا خرجنا بر إطار أنه إحنا شايفين حجم التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية وشايفين حجم المخاطر والصراعات الإقليمية والدولية المحيطة بينا وطبعا يعني الأزمة في القضية الفلسطينية وموقف الدولة المصرية الوطني تجاه هذه الأزمة يبقى إحنا برضو بنتكلم في إطار مختلف خلال الجلسة تمت الإشارة إلى أن خطط التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024-2025 وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه مشروع الموازنة العامة ومشروع الخطة للعام المالي 2024-2025 الحقيقة هي في الكثير من المميزات ومن أهمها بالنسبة للخطة إحنا عندنا أول سقف للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه ولا تستطيع الحكومة أن تتعدى هذه الاستثمارات وده بيسمح للقطاع الخاص أنه يدخل بالإستثمارات دي من جانبها توجهت الحكومة بالشكر للنواب على كافة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس وما تم من مناقشات مؤكدة للتزام بتحسين أحوال المواطنين والأمان المالي للدولة وضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها وفق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التسليلات الاقتمانية بين مصر وإسبانيا لتوريد سبعة قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو اشتركوا في القناة